أمامكم تفاعل لـ A مع B ينتج عنه مجموعة من النواتج يمثل الحرفين الصغيرين A و B معاملات هذه المعادلة الموزونة عند زيادة تركيز كل من A و B يصبحان أقرب إلى بعضهما لتصبح فرصة تفاعلهما أكبر وعليه فإن زيادة تركيز المتفاعلات يترتب عليه زيادة في سرعة التفاعل أي أن العلاقة بينهما ترضية وللتحقق من صحة هذه المعلومة سنجد تأثير تركيز المتفاعل A على سرعة التفاعل مع بقاء تركيز المتفاعل B ثابتاً بينما سنغير تركيز A لملاحظة أثر ذلك على سرعة التفاعل سيتم استخدام سرعة التفاعل الابتدائية لأنه كلما تقدم التفاعل ازداد تركيز النواتج وبما أن التفاعلات عكسية فإن وجود نواتج سيؤثر على سرعة التفاعل لكن ابدأوا أولاً بمعرفة أثر تركيز المتفاعلات على سرعة التفاعل لذلك استخدموا سرعة التفاعل الابتدائية حين تتواجد المتفاعلات فقط دون النواتج إن تركيز A في التجربة الأولى يساوي 1 مولار M بينما سرعة التفاعل الابتدائية تساوي 0.01 مولار لكل ثانية وفي التجربة الثانية تمت زيادة تركيز A ليصبح 2 مولار وعليه ارتفعت سرعة التفاعل إلى 0.02 مولار لكل ثانية أي أنه قد تمت مضاعفة تركيز A مما ترتب عليه ارتفاع سرعة التفاعل من 0.01 إلى 0.02 مولار لكل ثانية أي أن سرعة التفاعل قد ارتفعت بمقدار الضعف قارنوا بين التجربة الأولى والتجربة الثالثة لاحظوا أن تركيز A يرتفع من 1 مولار إلى 3 مولار أي أن تركيز A زاد بمقدار ثلاثة أضعاف ونتيجة لذلك ارتفع معدل سرعة التفاعل من 0.01 إلى 0.03 مولار لكل ثانية أي أنه زاد بمقدار ثلاثة أضعاف ولفهم العلاقة بين التركيز وسرعة التفاعل أولاً جدوا قيمة X التي يرفع إليها العدد 2 ليكون الناتج 2 2 أس واحد يساوي 2 ما هي قيمة X التي يرفع إليها الرقم 3 ليكون الناتج 3 3 أس واحد يساوي 3 وهذا يشير إلى أن سرعة التفاعل متناسبة مع تركيز A أس واحد ويرمز إلى هذه العلاقة التناسبية بهذا الرمز انتقلوا إلى تركيز B يمثل الجدول التجارب التي تم فيها تغيير تركيز B لاحظوا تأثير ذلك على سرعة التفاعل الابتدائية هذه المرة سيبقى تركيز A ثابتاً حتى ينعكس أي تغيير في تركيز B على سرعة التفاعل إن تركيز B في التجربة الأولى يساوي 1 مولار وسرعة التفاعل تساوي 0.01 مولار لكل ثانية وعند تغيير تركيز B إلى 2 مولار أي مضاعف التركيز B مع الإبقاء على تركيز A ثابتاً ارتفعت سرعة التفاعل الابتدائية إلى 0.04 مولار لكل ثانية إذن تمت مضاعف التركيز B فارتفعت سرعة التفاعل من 0.01 مولار لكل ثانية إلى 0.04 مولار لكل ثانية أي أنها ارتفعت بمقدار أربعة أضعاف قارنوا بين التجربة الأولى والتجربة الثالثة حيث تمت زيادة تركيز B من 1 مولار إلى 3 مولار أي أن تركيز B قد ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف فترتب عليه ارتفاع سرعة التفاعل من 0.101 مولار لكل ثانية إلى 0.09 مولار لكل ثانية أي أن سرعة التفاعل قد ارتفعت بمقدار تسعة أضعاف ما قيمة Y التي يرفع إليها العدد 2 حتى يساوي أربعة Y لا بد أن يساوي 2 لأن 2 أس 2 يساوي أربعة وكذلك الحال هنا ما قيمة Y التي يضرب بها العدد 3 حتى يساوي 9 إن ثلاثة أس 2 تساوي 9 وهذا يشير إلى أن سرعة التفاعل متناسبة مع تركيز B أس 2 اجمعوا كل ما توصلتم إليه لصياغة قانون سرعة التفاعل سرعة التفاعل تساوي تركيز A أس 1 في تركيز B أس 2 ضرب ثابت السرعة K وهذا هو قانون سرعة التفاعل لنتعرف إلى أجزاء هذا القانون إن الحرف R يشير إلى سرعة التفاعل أما K فيشير إلى ثابت السرعة وتجدر الإشارة إلى أن هناك فرقاً بين سرعة التفاعل وثابت السرعة حيث أن التغير في تركيز المتفاعلات يترتب عليه تغير في سرعة التفاعل ولكن التغير في تركيز المتفاعلات لا يترتب عليه تغير في ثابت السرعة وهذا الثابت يعتمد على درجة الحرارة تركيز A مرفوع إلى الأس 1 لذلك يعد التفاعل في A من الرتبة الأولى وهو من الرتبة الثانية في B لأن تركيز B مرفوع إلى الأس 2 وبما أن التفاعل في A من الرتبة الأولى والتفاعل في B من الرتبة الثانية فإن الرتبة الكلية للتفاعل هي حاصل 1 زائد 2 ويساوي 3 أي أن التفاعل من الرتبة الثالثة حاولوا الآن صياغة قانون سرعة التفاعل العام R يساوي ثابت سرعة التفاعل K ضرب تركيز A OS X ضرب تركيز B OS Y ويتم تحديد رتب التفاعل من خلال التجربة والبيانات التجريبية كما أن رتب التفاعل تؤثر في وحدات التعبير عن ثابت سرعة التفاعل ولفهم ذلك جدوا وحدات ثابت سرعة التفاعل لهذا المثال من خلال تعويض الوحدات المستخدمة في قانون سرعة التفاعل إن سرعة التفاعل كما تعلمون تقاس بوحدة المولار M لكل ثانية S وتساوي K ضرب وحدة قياس التركيز وهي المولار M أي K في مولار مرفوعاً إلى الأس واحد ضرب مولار مرفوعاً إلى الأس اثنان لإيجاد وحدة التعبير عن K ألغوا الوحدات المتشابهة ألا وهي المولات أي أن K يساوي واحد على الزمن بالثواني S ضرب مولار تربيع أو واحد على مولار تربيع ضرب الزمن بالثواني وهذه هي وحدات K لهذا التفاعل من الرتبة الثالثة لكن هذه الوحدات قد تتغير بتغيير رتبة التفاعل انظروا إلى هذا التفاعل حيث يوجد متفاعل واحد وهو A يتحول إلى مجموعة من النواتج تركيز A في التجربة الأولى يساوي واحد مولار وسرعة التفاعل تساوي 0.01 مولار لكل ثانية في التجربة الثانية تمت مضاعفة تركيز A إلى اثنان مولار إلا أن سرعة التفاعل لا تزال كما هي فعلى الرغم من أن التركيز A قد ارتفع من واحد مولار إلى اثنان مولار أي زيادة تركيزه بمقدار الضعف إلا أن سرعة التفاعل لم تتغير وبهذا يمكن ضرب قيمة سرعة التفاعل في واحد لأنها لم تتغير وعليه ما قيمة X التي يرفع إليها العدد اثنان ليساوي واحد X يساوي صفر لأن اثنان أس صفر يساوي واحد وأي عدد يرفع إلى الأس صفر يساوي واحد وهذا يعني أن التفاعل في A من الرتبة صفر ولسياغة قانون سرعة التفاعل اكتبوا سرعة التفاعل تساوي ثابت سرعة التفاعل ضرب تركيز A وهو المتفاعل الوحيد في المعادلة وبما أن رتبة التفاعل في A تساوي صفر فاكتبوا أن سرعة التفاعل تساوي ثابت سرعة التفاعل K إذن وحدات ثابت سرعة التفاعل تساوي وحدات سرعة التفاعل وهي المولار لكل ثانية تستنتجون بذلك أن وحدات K تتغير وفقاً لرتبة التفاعل نصل بذلك إلى ختام الدرس ترجمة نانسي قنقر